هل حل البرلمان التونسي حفاظ على الدولة أم تصعيد للأزمة؟ نقطة حوار بعد لحظات أهلا بكم الحفاظ على الدولة ومؤسساتها يبدو أنه غاية كل الأطراف التونسية أما إدراكها فيختلف جذريا من طرف لآخر بالنسبة لرئيس تونسي قيس سعيد هذا لن يحصل إلى بمزيد من الإجراءات الاستثنائية وتوليه السلطة عين التشريعية والتنفيذية حاليا على الأقل فسعيد أعلن حل مجلس النواب بعد ثمانية أشهر من تجميده والتمسك بإجراء الانتخابات في شهر ديسمبر كانون الأول من هذا العام وليس في غضون ثلاثة أشهر استنادا إلى المادة التاسعة والثمانين من الدستور أما بالنسبة لأحزاب وكتل سياسية أخرى على رأسها النهضة فاترى في كل هذه الإجراءات انقلابا على الدستور والثورة ومن هنا جاء التحرك الأخير لهذه الأحزاب بعقد جلسة برلمانية قبل ساعات فقط من قرار سعيد حل البرلمان هذه الجلسة التي توعد سعيد نوابها بملاحقات قانونية وفعلا استدعت شرطة مكافحة الإرهاب عددا منهم ووسط كل هذا العراق السياسي يقف الكثير من المواطنين حائرين متململين من تردي الأوضاع المعيشية برأيكم هل خطوة حل البرلمان حفاظ على الدولة فعلا أم تصعيد للأزمة؟ أنا ياسمين أبو خدرة وسبل التواصل كالموتاد هاتفيا على الرقم 00442038752989 كذلك عبر صفحتين على فيسبوك وتويتر وعلى موقعنا أيضا بي بي سي أربيك دوت كوم المشاركات كثيرة وعبر وصائط متعددة كالمعتاد نرصدها معكم مشاهدين وأبدأ بمجموعة من التعليقات التي وردتنا عبر صفحتين على فيسبوك وتويتر والتعليق الأول للعامري أو التغريدة الأولى للعامري محمد يقول منذ بداية الأزمة اتضحت نوايا سعيد بالانقلاب على الديمقراطية الفاتية عبر قرارات أتاحت له التفرد بالحكم وأيضا ضرب خصومه من الإسلاميين في المقابل يغرد إبراهيم شحرور قائلا ما يحدث حاليا سببه حركة النهضة التي فصلت أغلب القوانين أو فصلت أغلب القوانين لتثبيت حكمها ونسيت الشعب الذي انتخبها ولم تعمل من أجله على حد وصف إبراهيم هذه عينا فقط من الأراء التي رصدناها لكم ونواصل رصد مجموعة أخرى من الأراء هذه المرة عبر الزوم ستكون معنا الآن وانتقل أولا أرحب بكم جميعا وانتقل إلى نائلة نائلة أهلا بك معنا نائلة دعيني أسألك عن هذه القطوة الأخيرة لقيس سعيد بحل البرلمان كيف ترينها كمواطنة تونسية شكرا لك أهلا وسهلا تفضلي بخصوص الخطوة يعني الخطوة كانت سمعت سؤالكم هل هو في اتجاه على الدولة أو أنه مزيد من التصعيد للأزمة يعني الأزمة في الحقيقة هي متواصلة يعني الخطوة في نفس إطار التواصل هذه الأزمة لأزمة موجودة من قبل ليست جديدة وهي متواصلة حيث برلمان لم يكن منتظرا جدا خاصة أن الرئيس سعيد لم يتجه نحو هذه الخطوة منذ 25 جويلة لما تخلق قرار الإنسان أن يتجه لها منذ ذلك التاريخ لكن لم يتجه هذه الخطوة كانت له رغبة معينة في عدم التوجه لنقطة حل البرلمان لما قد يتجه عنه من مؤسسات يفهم على توجه الانتخابات مبكرة وغيرها من الأمور قبل أن يتم سعيد خارطة الطريقة التي تحدث عنها وبرأيك نائلة لما جاءت هذه الخطوة الآن تحديدا يعني كلمنا الممكن أن يقوم سعيد بهذه الخطوة قبل ثمانية أشهر لماذا الآن تحديدا الآن تحديدا هو شبه واضح يعني هو في علاقة بالجلسة البرلمانية المصطلحة قول الإقراضية أو عن بعد التي حصلت ظهر الأربعاء يعني الجلسة نقول أنه اعتبرت على قدر من الجدية ومن الخطورة بالنسبة للرئيس التونسي ذهب إثرها إلى قرار حل البرلمان كان هذا واضح لعدة اعتبارات ممكن أن أسرع في نقطة فقط أنه توجه خلال ذات اليوم حل يعني لم ينتظر حتى إلى اليوم الموالية أو شيء أن الحل اتخذه في اجتماع مجلس أمن قومي يعني بحضور عسكري وكذا وأيضا نقطة أخيرة أنه أصدر قرار الحل في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وهو الجريدة الرسمية في تونس في ذات اليوم يعني خرج قبل نصف ليل تلك الليلة يعني طب برأيك نائلة هل هذا فعلا يعمق الأزمة أم أننا محلك سر زي ما بيقوله اعتقادي أنه محلك سر أو تتعمق أكثر صراحة خاصة بعض التصريح الذي توضح اليوم أمس بالليل لما تحدث أنه لا وجود الانتخابات مبكرة يعني باختصار بعض الأطراف التي دعمت حل البرلمان مثال ذلك رئيس أمين عام اتحاد الشغل الطبوبي أو رئيس الاتحاد الدستوري الحر عبير موسي كانوا دعموا هذا الخيار في اتجاه أنه لنحر البرلمان ونتوجه الانتخابات مبكرة ولكن سعيد وضحا لا يوجد لسنا في سياق انتخابات مبكرة سيتواصل مسار الخارطة الذي سبق أن حدده بالتالي حتى ما توقعه وما ذكر في مثلا بيان اتحاد الشغل الأمس أو بيانات عبير موسي أو بعض الأحزاب الأخرى حتى التي تفائلت بموضوع الحل كانوا يعتقدون أن هذا الحل سيقرن بدعوة الانتخابات مبكرة إذن أنت تقولين نائلة أن هناك معضلة أخرى أنه حتى من أيد هذه الخطوة يعترض على موعد إجراء الانتخابات والتي أعلن سعيد أن هذه الخطوة ستؤجل أتحول إلى الأقمار الصناعية معي من تونس العاصمة الدكتورة بدرة قعلول رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية أهلا بك معنا دكتورة بدرة استمعنا إلى نائلة منذ قليل وكانت تتحدث عن أن هذه الخطوة قد تعمق من الأزمة السياسية الحاصلة حاليا وأنه حتى من أيد هذه الخطوة هناك من يعترض الآن بالسبب إعلان قيس سعيد عن أن الانتخابات لن تجرى خلال تسعين يوما أو ثلاثة أشهر فضل ما رأيك؟ أهلا وسهلا مرحبا بك ومرحبا بذيوفك طبعا نحن في تونس هناك شق كبير من تونس فرحانين بهذا الإجراء وحتى أننا نبارك لأنفسنا هذه الخطوة الجريئة والتاريخية التي قام بها السيد رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد هل أن هذه الخطوة ستعمق أزمة؟ طبعا لا لأن لا توجد أزمة في تونس كانت هي قبل 25 واليوم بعد 25 بدأنا في المشروع الإصلاحي وتصحيح المصار في تونس وكل الخطوات طبعا ستكون من أجل وصالح تونس هل أننا سنتحدث ما بعد الاستشارة الوطنية ربما هل أن الشعب التونسي ماذا يطلب الشعب التونسي وما هي قرارات الشعب التونسي لأننا اليوم نريد أن تكوننا ديمقراطية الشعب التونسي وشرعية الشعب التونسي ولا شيء يعلو فوق شرعية الشعب التونسي تتحدثين عن فكرة تأييد لدى شريحة عريضة ولكن سمعنا أيضا تصريحات كثيرة عن أن في هذا تغول على السلطة واغتصاب منها تصريحة رئيس الحزب الدستوري الحر وأيضا الاتحاد العام للشغل قال أن هذه الخطوة في البداية كان مرحبا لحل البرلمان ومن ثم تحول الموقف أن هناك حالة من القلق بسبب أن هذه الانتخابات لن تجرى إلا كما قرر في ديسمبر بحسب ما أعلن سعيد وحتى الآن لا يوجد أي نص مكتوب حتى على هذا كيف تبررين هذه المواقف وشعور بالقلق بكل هذه الفئات والخوة السياسية أريد أن أتمم كل الفئات السياسية بأن المصار صحيح وأريد أن أعقب على السيد نوردين طابوبي ومجموعة كبيرة من الاتحاد كانوا منذ قليل عند السيد الرئيس في قصر كرتاج وقد صرح السيد الطابوبي بأن هناك تقارب كبير جدا في الأرامة بينه وبين السيد الرئيس بل بالعكس هناك انفراج كبير جدا وهناك ذهاب على نفس المستوى لأن المجموعة التي اجتمعت أول أمس هي نعتبرها مجموعة مارقة عن القانون التونسي وعلى الظروف الاستثنائية وعلى قرارات السيد الرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة السيد الرئيس واضح كان طلبوا بأجندة وطلبوا بتواريخ وقد تم لهم ذلك كانت الاستشارة الوطنية منذ أول جانفي واليوم البارحة عشرين قد تم الإعلان عن نتائجها خمسة وعشرين جوليا سيكون هناك استفتاء يوم 17 ديسمبر سيكون هناك انتخابات لكن أريد أن أقول لك شيء وجزئي أعتبرها هامة جدا وهي فقط قبل أن نذهب إلى هذه النقطة التي تودين أن تتحدثين عنها هناك نقطة مهمة جدا وهو أن هناك من يقول من القانونيين وهناك أيضا أربعون قانونيا أصدروا بيانا بالأمس عن أن هذه الخطوة غير دستورية لسبب أنها ضد ما يرد في الدستور وأن حل البرلمان غير دستوري كيف تعلقين على هذا؟ خاصة أن قيس سعيد بنفسه قال أنه لا يجوز حل البرلمان عند إصدار قرار تجميد هذا البرلمان طبعا هو كان قالها السيد الرئيس وقال أنه إذا كان فما تجميد يعني لا يمكن أن نستعمل الفصل 89 لكن الفصل الذي استعمله السيد الرئيس هو 72 72 عندما يكون هناك تهديد لأمن الدولة والاستقرار خاصة الدولة التونسية ومن يعبث بأمن الدولة ومن يعبث بالأمن القومي فيطبق عليه القانون الفصل 72 هل تعلمين سيدتي وهل يعلم العالم كله بأن هذه المجموعة المارقة عن القانون التي اجتمعت أرادت أن تقسم الشعب التونسي إلى إثنين وربما نكون يعني مثل دولة يعني دولة جوار وتتدخل القوى ونصبح في متاهات أخرى هو أن نحن سيد الرئيس أريد أن أبين شيء واحد أن عندما اتخذ قراره لأن هناك شيء واحد اسمه الأمن القومي المهدد وإذا تم تهديد الأمن القومي فكل شيء جائز نعم وصلت الفكرة دكتورة بدرة ولا عن حقوق إنسان ولا دمقراتي للوقت سيدة بدرة شكرا وصلت الفكرة تتحدثين عن الأمن القومي والتهديد ومن هنا جاءت خطوة قيس سعيد نريد أن نفسح المجال لمشاركين آخرين معنا عبر الهاتف الأمين البوعزيزي أهلا بك معنا وحسب ما فهمت أنك أيضا محامي كيف ترى ما قالته السيدة بدرة إن كنت ما استمعت إليه تتحدث عن المادة الثانية والسبعين من الدستور والتي بموجبها يحق لرئيس قاش سعيد أخذ والقيام بكل هذه الإجراءات الاستثنائية اتفضل الأمين أهلا بك أنا أكاديمي وقيادي في حراك مواطنون ضد الانقلاب هذا الحراك الذي انطلق مباشرة بعد الانقلاب وسخها كل أساطير الإجماع الشعبي وبيّن للعالم والتونسيين أن عشرات الألاف الذين يخرجون إلى الشوارع متمسكون بالدستور بالتمدن بالتحذر وبالنظام الجمهوري الذي تم دوسه يوم 25 جوليا والارتكاس بتونس إلى إمارات تونس منذ 25 جوليا الفارطة وهي إمارات تحكم بالمرسيم في ارتداد شانية عن النظام الجمهوري عن الديمقراطية يعني عن الدستور لا حزب في تونس حتى أشد الأحزاب كما ذكرت أشد الأحزاب معاداتا إلى الطورة التونسية يناهضون هذه الإجراءات الرجعية المناهضة والمعادية أصلا لطبيعة النظام الجمهوري في تونس لا أحد في تونس من القوات السياسية لا أحد محترم في تونس من الأكاديميين والمحامين والقضاء والإعلاميين لا أحد يناصر هذه الردة ولا أحد يناصر احتكار السلطات في تونس سيد الأمين أنت تتحدث عن اعتراض واسع من وجهة نظرك على هذه الخطوة وما سبقها من إجراءات استثنائية وتتحدث أيضا عن الدستور وعدم الالتزام بالدستور هنا المعضلة هناك من يقول أن هذه الخطوة كالدكتورة بدرة هي فيها التزام بالدستور وأن وفقا للمادة الثانية والسبعين هذا تهديد للأمن القومي من جانب آخر هناك من يقول أنه بموجب هذا الدستور أيضا حل البرلمان غير جائز الانتخابات يجب أن تجرأ أيضا في ثلاثة أشهر إنحل وهو لم يتم الالتزام به يبدو أن الدستور صارى الآن مرجع لكل الطرفين ومعضلة ما رأيك؟ لا سيدتي كل الأساتذة المحترمين كل القضاة كل فقهاء القانون الدستوري في تونس حتى من ناصروا في مكاية بخصومهم هذا الإجراء يوم 25 استنادا إلى الفصل 80 اليوم ينقضون أنفسهم ويقولون نحن مندمنا على مناثرة هذه الجريمة الفصل 80 منذ 25 كما تعلمون ينص على أن البرلمان يبقى في حالة انعقاد رئيس سلطة الانقلاب اليوم منذ ثلاثة أيام مذتقى الدستورين لا يحقوا لي حل البرلمان وبعد ثلاثة أيام استند على الدستور لحل البرلمان زعيم أو رئيس سلطة الانقلاب في تونس اليوم يعبث ويحول الكلمات الكبيرة إلى كبار اليوم أصبح مصخرة ومضحك لدى أساتذته في القانون ولا أحدا يناصره من يناصره استاذا؟ يناصره من كانوا يقولون عنه داعي في أيام الحملة الانتخابية أشد خصومه أيام الحملة الانتخابية هم الملتفين حوله ما الذي يمكن القيام به الآن؟ أنتم نزلتم إلى الشارع من قبل وتظهرتم الآن كيف يمكن أن تكون الخيارات أمامكم؟ استاذا الخيار أمام الشعب التونسي وأمام قوائه السياسية وأمام قضاته وأمام محاميه وأمام إعلاميه هو كلهم يرفعون راية الدستور ضامنا لوحدة التونسيين هذا الشعب المسالم ويقولون الانقلاب هو الخطر الداهم هو الذي شوه لا يوجد زعيم في العالم شوه دولته مثل زعيم الانقلاب كل يوم يتحدث عن سقوط الدولة وينفر الاستثمار وبالتالي كل القوى السياسية اليوم مجمعة على أن ما يجري انقلاب وعلى أن ما يجري غير قانوني وعبث بالدولة وعبث بسلامة الدولة هو معزول وهذه القوى السياسية في قادم الأيام ستضع له حدا تحت راية الدستور وتحت راية إرادة الشعب التونسي التي لا تقاص إلا بالانتخاب شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة أتحول إلى الدكتورة بدرة مرة أخرى استمعت إلى سيد الأمين الذي يقول أنه قريبا جدا سيصبح الرئيس قيس سعيد في عزلة تامة وهو ما بدأ من خلال تغير في بعض المواقف خلال اليومين الماضيين ربي يشفيهم أنا أتمنى لهم الشفاء العاجل يعني من الأوهام التي يعيشونها ثم أقول أن كل ما يقوم به السيد الرئيس هو قانوني وبشرعية الشارع التونسي لو أنهم كانوا يعني يفقهون قليلا لرجعوا إلى أن الشعب التونسي لأول مرة في تاريخه يخرج يوم 25 جوليا وليلة 25 جوليا من دون فلوس من دون تأجيج من دون ولا شيء خرج من شماله إلى جنوبه إلى وسطه حتى في 14 جنف 2011 الشعب التونسي لم يخرج وخرج الشعب التونسي وناصر قرارات السيد الرئيس ونحن لا نزال نناصر المبادئ ونناصر تصحيح المصار في تونس لا يوجد انقلاب في تونس هذه الأوهام وهذه من ثمانية أشهر إلى الآن أسفل تأخر الصوت لا لم يتغير لكن أنا أقول لك سيدتي وأقول للناس الكل أن السيد الرئيس يستعمل كل القوانين ويحافظ على مؤسسات الدولة ويحافظ على الدولة التونسية هؤلاء يعني يريدون تحتيم الدولة التونسية هل يمكن أن نتحدث اليوم عن رئيس منقلب كما يقولون وقد ذهب إلى بروكسل الاتحاد للقمة الأفريقية الأوروبية وتكلم والكل أنسط إلى خطاب قوي جدا هل يمكن أن نقول أن الشعب التونسي كان يطالب الرئيس بأن يضعهم في السجون وقال لا يجب أن أطبق القانون وذهب بكل قانون وديمقراطية لم يمنعهم على التظاهر لم يمنعهم عن كتابتي والإساءات لم يدخل واحد إلى السجن نقاش ولكن دعيني أأخذ بعض الأراء لكن ما هذا يعني هذه أوهام دكتورة بدرة وصلت الفكرة سنأخذ بعض الأراء الأخرى حتى نسري النقاش ليس إلا نجم الدين أهلا بك معنا نجم الدين استمعت إلى الدكتورة بدرة منذ قليل تتحدث أن الأحزاب السياسية الشعب يعيش في أوهام هناك خريطة واضحة وضعها الرئيس قيس سعيد استشارات قانونية يتم التزام بها ومن سما انتخابات وطبعا تغييرات في الدستور ومن سما انتخابات في ديسمبر كيف ترى ذلك وما تتحدث عنه الدكتورة بدرة شكرا على الاستضافة وعلى كحل الفرصة يعني كلا الرأيان سواء الأستاذ أمين أو الأستاذة بدرة يعني هما رأيان يعبران عن وجهة نظر إما وجهة نظر الرئيس وحاشياتها أو وجهة نظر المناوئين ومعارضين للرئيس وكلاهما يتحدثوا بحتمية والكل يتحدث كأن الشعب يعطاه تفويضا بذلك وهذا يعني لب المشكل يعني الكل لا يرى الرأي الآخر ولا يرى غيره كله مستبد برأيه في هذا والرئيس كذلك استبدأ برأيه منذ 25 جويلة وما رأيك أنت يعني خبرنا عن رأيك يعني رأيي أنا ما يحدث في تونس هو تجسيد للأنانية السياسية لدى شخصيات والفعيلين السياسيين في تونس هو مواصلة للعبث السياسي الذي نشهده منذ سنوات مع الأسف في هذه البلاد يعني الرئيس منذ أيام قليلة لم يكن يطرح مسألة حل البرلمان وقال بأن حل البرلمان هو معارضة للدستور وكان مع إمكانية بقائه هكذا يعني مجمدا ولكن كردة فعل على اجتماع البرلمان عبر تقنية الفيديو أصدر الرئيس قرارا أصلا بحث عن فصل يرتكز إليه في تأويل قراره فلم يجد يعني الفصل 72 أعتقد أن الأستاذ قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري لا يؤوله في مصلحة هذا القرار ولكن الرئيس قيس سعيد يؤوله لمصلحة سياسية ربما والأكثر من ذلك الدستوري يقول حسب الفصل 89 أن حل البرلمان يستوجب انتخابات برلمانية في مدة ثلاثة أشهر يعني الأجال القانونية والأجال الدستورية لم يحترمها الرئيس وقال بيانا الاستفتاء الشعبي سيحدث في ما العمل عبد المجيد نجم الدين نجم الدين عفوا ما العمل تفضل العمل هو محاولة تقريب وجهة النظر محاولة إن كنا نريد محاربة فساد حقيقية فالعمل هو محاربة فساد حقيقية نحن رأينا فسدين مع من كانوا في السلطة عشر سنوات سابقا ثم هم الآن يجددون ثوبهم من أجل التحق في الشكل الجديد للسلطة أو ربما قد التحق ورأينا نوابا كانوا في تلافات حكومية كان يعارضها الرئيس قيس السعيد وهم الآن يؤيدون قرارات الرئيس قيس السعيد يعني تناقض كبير في المواقف تناقض في التصريحات من كل الفاعلين نعم طيب سياسيين من كل الأطراف سياسيين هل موقفك تغير من مواقف الرئيس قيس السعيد منذ يوليو الماضي إلى الآن بسبب هذا التغيير الذي قام به وبسبب ما ذكرته من تصريح خاص به بأنه لا يجوز قانون حل البرلمان طبعا 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 يعني ربما كنا قبل حل البرلمان نعلم ويعني ليس بأن البرلمان كان جميل أو من كانوا قبل الرئيس قيس السعيد بيدهم السلطة التنفيذية وغيره كانوا هم أفضل منه لا لا كلاهما يعني له ضرر على البلاد ولكن نحن نتحدث عن المبدأ المبدأ العام إذن من تأييد وثقة على معارضة الفساد ولا تحارب الفساد طبعا إلى معارضة ومعارضة شديدة يعني معارضه بكل يعني بكل قرارات التي اتخذها منذ 25 جولي إلى اليوم شكرا نجم الدين نعود بهذا الحديث إلى دكتورة بدرة دكتورة بدرة نجم الدين لا يتبع أي فصيل سياسي هو كان يرى وجهة نظر قيس السعيد عند اتخاذ قراراته الاستثنائية بداية منذ ثمانية أشهر ولكن ما حدث الآن أفقده الثقة وتحول إلى معارض له يعني هذا هو ما يتحدث عنه نجم الدين كيف تقيمين هذا هل يفقد الرئيس قيس السعيد الثقة ليس فقط يعني تحدثت عن تأييد شعبي في الشارع ونجم الدين أحد هؤلاء يعني المواطنين أنا أقول من يؤيد هو يؤيد تونس ومن يؤيد يؤيد السلطة والسياسة والسيادة التونسية من يريد أن يؤيد أن يؤيد يعني المبدأ المبدأ هو أننا يجب أن ننقذ تونس من براثن الإخوان يجب أن ننقذ تونس من مافيا كانت ترتدي ثيابة سياسة يجب أن ننقى بتونس من كل هذه التجاذبات تونس اليوم محتاجة إلى كل الشعب التونسي ليقف معها ليس ليقف مع مجموعة معينة أو مع أشخاص تونس تنادي كل شعبها تنادي كل المواطنين هل تعلمون أنهم هؤلاء عندما خرجوا عن السلطة بدأوا يحاربون الدولة ولا يحاربون شخص قيسس عيد هل تعلمون أن هؤلاء هم عندما يفقدون السلطة فيلتجؤون إلى حرب الدولة من الخارج في اقتصادها في قوتها هل تعلمين أن مسالك الاحتكار والتونس سريعا من فضلك أود أن أسأل فيما تعلق تتحدثين عن أن التأييد هو تأييد لتونس ولخطوات والاستقرار تونس بشكل عام ولكن ما يريد أن يراه نجم الدين حسب مفهم وغيره من المواطنين هو تحركات ضد الفساد ووضع اقتصادي أفضل وهو ما تحدث عنه بداية قيس سعيد عند اتخاذ هذه الإجراءات الاستثنائية بإجاز من فضلك ممتاز هذا ما نريد وهذا ما قلته يجب أن نقف مع تونس أقول أن مكافحة الفساد هؤلاء قد تمكنوا من الدولة التونسية في عشر كيف نحن نغير نحن نعمل من أجل البناء من أجل مكافحة الفساد إيقاف الفاسدين مسالك الاحتكار هل تعلمون أنهم مسالك الاحتكار يريدون تجويع الشعب التونسي ومبعض يقول لك شوفوا هكذا بعد ثمانية شهور مع أن الأزمة الاقتصادية كانت منذ منذ عشر سنوات نكافح الفساد في الإدارة التونسية نكافح العساد في التهريب نكافح الفساد في كل شيء كيف لم يروا إلى اليوم وصلت فكراتك دكتورة بدرة دهامني الوقت شكرا جزيلا لك لكونك ضيفة على نقطة حوار الدكتورة بدرة قعلول رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية أتحول الآن إلى مجموعة من المشاركات التي وردتنا عبر صفحتينا على فيسبوك واتويتر وأبدأ بمشاركة أولى لمعتصم سنادة يتحدث عن حكم عسكري استبدادي في ظل ضغط دولي وحرمان من المساعدات الدولية زائد الحرب الأوكرونية كلها عوامل أدت إلى تدهور يبدو أن هذه التغريدة دخلت بشكل خاطئ تقنيا يقول إحدى التغريدات التي توردتنا تقول لم يفعل قيس سعيد إلا الصحيح وهو استئصال السرطان الإخواني من جسد الدولة التونسية سنحدث هذه الشاشة بعد قليل خطوة سعيد يؤيد خطوة سعيد علي زينات يؤيد خطوة سعيد ويقول ما قام به قيس سعيد هو في مصلحة تونس وشعبها خاصة أنه قام بالتنصيق مع أهم السلطات وهو مجلس الأمن القومي للحفاظ على أمنها الذي هو خط أحمر أما مهند السعدي تبنى نظرية المؤامرة وقال سعيد تتلمذ على يد أحدهم وفي آخر زياراته لبلد عربي فأعجب بوضع الزعيم العربي في هذا البلد الذي نصحه بأن يسير على خطة أخيرا حدثت الشاشة تعليق آخر من الشحات الشتاء أيضا يقول هو من أنصار نظرية المؤامرة لكنه حدد هذه المرة من يقف وراء ما يحدث ويقول لو لا المؤامرة السعودية الإماراتية على الثورات العربية لما فعل قيس سعيد كل هذه الأفعال الإنقلابية على حد وصف حليم تعليق آخر حذر من خطورة ما قام به سعيد متسائلا كيف يقوم مجلس الأمن المكون من مجموعة موظفين بحل مؤسسات دستورية مثل البرلمان المنتخب ومجلس القضاء سعيد فقد الأهلية بعد أن فقد الشرعية تعليق آخر ليحيى أبو طالب وهو أيضا من معارض هذه الخطوة يقول لم يعد هناك بلد بل عزبة على حد وصفه توهى مسعيد أنه يملكها هو يجر البلاد إلى ما لا يتمناه لا تونسي ولا عربي بل ويسرع في كتابة شهادة وفاة عهده أخيرا محمد علي يقول الدولة العربية الوحيدة التي كانت تسير على خطأ الديمقراطية يتحدث عن تونس طبعا لكن سعيد صارع على طريق الإنقلابيين العرب وأدخل تونس في أزمة دستورية قد تتصاعد والشعب لن يردخ لقراراته كانت هذه مجموعة من الأراء والمشاركات أعود إلى مشاركات هذه المرة عبر زوم ومع سماح أهلا بك سماح معنا في نقطة حوار سماح كيف ترين ما يحدث الآن من خطوة حل البرلمان هل هي تصعيد للأزمة وقد نشهد فعلا كما تحدثت منذ قليل الدكتورة بدرة حكومتين مستقبلا كما حدث في سيناريوهات في دول عربية أخرى كما في ليبيا مثلا أهلا ومرحبا إن شاء الله رمزاكم مبروك أهلا شكرا على الاستيزافة شكرا إليك تفضلي سماع عايشك أول أول شيء حل البرلمان جاء عن طريق خروج الشعب يوم 25 جويلية والانتفاذ على حكم الأخوان والعشرية السوداء التي مرت بتونس وهي استيجابة لمطالب الشعب لأكثر ولا أقل الشعب من يوم 25 جويلية وهو يطالب بحل البرلمان الناس تتحدث عن الأكاديميون والقوذات والأحزاب ولا أحد تفكر الشعب التونسي ومعاناتها اليومية ولا أحد تفكر الفساد اللي عايشون فيه والنهب السروات لمدة عشرة سنوات الوين ماشيين الإخوان يمثلون سرطان سرطان في جسد تونس لأكثر ولا أقل سماح لكن ماش من حضروا جلسة الفرلمان الأخيرة لم يكنوا فقط من النواب الإخوان وأيضا من خرجوا اليوم وتحدثوا اعتراضا على هذه الخطوة هم ليسوا فقط من حزب النهضة حزب النهضة حزب النهضة عندها تكاتولات في مجلس النواب هي تحكم عن طريق تكاتولات هي لا تحكم وحدها عندها كما نقول في تونس عندها لبارشوك متاحة في مجلس النواب هي لا تحكم لا تحكم لنفسها معناتها لا تحكم لواحدها معها موسي كل مرة برأي وكل مرة تأتينا بأفكار جديدة ولكن ليس فقط هؤلاء سماح هناك أيضا حزب نداء تونس كان حاضرا حزب نداء تونس كانوا متحلفين سابقا هم وياهم ياخي ما كانوا متحلفين هم وحزب نداء تونس سابقا كانوا متحلفين هم وياهم في الحقم على أي حال من الأحوال هناك عدد أحزاب كبير من النواب موجود أيضا استمعنا منذ قليل إلى نجم الدين وهو كان يتحدث عن أن الفساد الذي تحدث عنه قيس سعيد والأوضاع الاقتصادية لم تتحسن خلال الثمانية أشهر الماضية هي عشر سنين هي عشر سنين لا تتحسن في ثمانية أشهر فقط هي عشر سنين من الخراب هي عشر سنين من الخراب لتتحسن في ثمانية أشهر فقط يزمها وقت ويزمها إيرادة ويزمها مقاومة فساد إذن أنت تؤيدين هذه الخطوة سماح وتري أنها خطوة في الاتجاه الصحيح لوضع تونس على مسار دموقراطية شكرا ابقي معنا سأتحول الآن عبر الأقمار الصناعية من تونس معي فوزية خضر المحامية ونطقة رسمية للتحالف المدني الوطني ضد الإنقلاب دكتورة فوزية معنا أهلا بك معنا دكتورة فوزية استمعنا أهلا وسهلا أهلا فيك استمعنا إلى سماح منذ قليل لا أدري إن استمعت إلى ما قالته قالت يعني أن هذه الخطوة خطوة حل البرلمان هي جاءت في التوقيت الصحيح وهي خطوة لوضع تونس بشكل عام على الطريق الصحيح ديمقراطيا كيف ترين هذه الخطوة كيف يمكن تبرير وضع تونس على الطريق الصحيح ديمقراطيا بغلق مؤسسة دستورية وجميع المؤسسات الدستورية وعلى رأسها مجلس النواب بدبابة هل هكذا نصلح الوضع الديمقراطي في تونس بغلق المؤسسات الدستورية المنتخبة التي هي صوت الشعب بدبابات هل نعتقل النواب بإجراءات تعسفية هل نعتقل المدونين هل نعتقل الصحفيين هل نكمم الأفواه هل نهرسل السلطة القضائية هل نعتقل أشخاص ونضعوهم في إقامات جبرية دون أي توجيه تهم لهم ثم بدون أي مبرر آخر نطلق صراحهم هل هذا وضع المسار الديمقراطي في الطريق الصحيح تقول ثمانية شهور ما همش كافيين بشي صلحوا ووضع البلاد ووضع البلاد سيدة الكريمة وسيدي المشاهد الكريم صحيح يعاني من أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة منذ ما بعد الثورة هذا حتى حد ما نجم ينكره لكن إننا نصلحوا وضعنا الاقتصادي والاجتماعي لا يعني أن نتعسف على مؤسساتنا الدستورية لا يعني أن نلغي دستور جاء بتضحيات الشعب التونسي وبدماء الشهداء طيب بشرة فوزية يعني الرئيس قيس السعيد يتحدث انطلاقا من وجود خطر داهم الخارج لتونس وهو ما برر من خلاله ما قام به من أفعال استثنائية أو إجراءات استثنائية ألو صوت القطع كنت أتحدث عن أن الرئيس قيس السعيد السعيد يتحدث عن أن ما قام به من إجراءات استثنائية بما يشمل حل البرلمان هو انطلاقا من المدى الثانية والسبعين من الدستور وانطلاقا من فكرة حماية الدولة بما يهددها مما وصفه بالخطر الداهم والخطر على الأمن الداخلي والخارج على تونس أولا خلينا نحدد مفهوم الخطر الداهم الذي ارتكز عليه المنقلب لتبرير إجراءاته الاستثنائية مفهوم الخطر الداهم هو أن تكون الأمن القومي لأي بلد يعاني من أزمة قد تهدد سلامة مجاله البري أو البحري أو الجوي سواء كان من طرف تعصف دولة أخرى أو من تنظيم إرهابي أو غيره في حين أننا عمرنا ما كنا في الوضعية هذه وضعية قانونية دستورية مسار ديمقراطي بصدد الاكتمال بقاء عنا إشكاليات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ناتجة على عدة عوام الأخرى متسبب فيها عدة أطراف داخلية وخارجية وقت الذي يحب يصلح ويتعلل الذي هو فيما خطر دهم قدم تبرير ومفهوم الذي هو حالة الوباء الذي هي الكورونا الذي عامت منها العالم أجمع ليس توليس فقط فماشي دولة في العالم أجمع تعاني من الوباء الذي صار في 2020 وإلى حد الآن أغلقت مؤسساتها الدستورية وعلقت تنفيذ أحكام الدستور أمرها ما صارت حالة الوبائية هي ظرف عالمي استثنائي لا يبرر دكتورة فوزية دعيني أعود نكمل فكرة لا يبرر تعليق الدستور نعم لا يبرر تعليق الدستور وما تخذ من خطوات وصلت الفكرة دكتورة فوزية أذهب بالحديث إلى ضحى معنا على زوم أهلا بك ضحى معنا ضحى دكتورة فوزية تقول ما تخذ من إجراءات بالعكس هو يهدم الدولة التونسية وليس تصحيحا للمسار الديمقراطي وأن الأمور لا تحل بالدبابات وإتخاذ قرارات مثل هذه القرارات ما رأيك أنت؟ يعني أنا استمعت تقريبا مختلف المداخلات هل يعقل أن نحاول تبرير ما حدث كأن العشرية الأخيرة عشناها ونحن في النعيم رئيس الجمهورية عندما اتقذ ذات القرار في يوم 15 جنيا هو نتيجة طلب شعبي نزلوا إلى الشارع بالآنات يطالبون ب إنقاذهم من تلك الطهمة التي كانت تحكم لمدة عشر سنوات والجميع يعرف كيف حشنا عشر سنوات جحيم بالعكس حتى ما بقي من يعني أنا نقول مكتسبات قديمة وقع مسحها مدة عشر سنوات البارحة أو عندما قرر رئيس حل البرلمان لم ينزل تونسي واحد يطالب بإعادة البرلمان وهذه شرعية أخرى أنا لا أبرر بالمنطقة ولكن هل الشرعية بالشارع؟ نعم الشرعية عندما تكون بالشارع تكون فوقها كل شيء عندما يضطهد الشعب بالقانون يصبح على هرم السلطة عندما يتدخل له شرعية في التدخل وإنقاذها الشعب ولكن هؤلاء أيضا جاءوا بانتخاب من بصنوط وانتخاب من أصوات ولا تكون في مستوى الأمانة التي قدمها لك الشعب التونسي أو منحك أيها الشعب التونسي يجب أن تنسحب ولكن رأي آخر يقول التغيير ما جاء بالصندوق يغيره الصندوق دحق لا يا سيد ليس بالضرورة هناك قوانين أخرى هناك حالات يستوجب فيها التدخل على هرم السلطة عليه أن يتدخل أنا هنا أقرأ ما وقع لأنه عندما تقول السيدة أن هناك لسنا الوحيدين الذين عشنا أزمة أزمة كورونا صحيح لسنا الوحيدين لكن شفنا كيف تلك الحكومات والحكومات الأخرى والدول كانت تعمل مستحيل لأنقاض شعبها لكن نحن عشر ملايين فقد كنا نموت يوميا بمعدل مئتي تونسي يموتون جراء كورونا ولماذا؟ ليس لأن الحكومات قامت بشيء بل كانوا يتفرجون علينا ونحن نموت وهم يتخاصمون في مجلسهم ويتضاربون نتيجة أمورهم الخاصة وليس مشاكل الشعب التونسي ما الذي تنتظرينه الآن؟ يعني هناك من يتخوف أن نكون في صدد سلطتين متوازيتين في القريب العاجل ما الذي تنتظرينه الآن؟ أنا أنتظر أن الشعب التونسي أيضا سيظهر مرة أخرى كما خرج لو هناك محاولات لهدم هذا المسار التصحيحي سيخرج الشعب التونسي مرة أخرى لإعادة الأمور إلى نصابها ومواصلة هذه العملية التصحيحية كما ذكرت لك لم يخرج دونسي واحد يطالبوا إعادة البرلمان لأن الجميع مل من هذا المجلس الذي كان للأسف يعمل لمصلحته مضاربات سياسية نعم أنت ترين أن البرلمان كان يعمل لمصلحته الخاصة ابقي معي دوحة أعود عفوا دوحة أعود لأستمع إلى رأي الدكتورة فوزية دكتورة فوزية أو أستاذة فوزية أنت أيضا محامية وضالعة في القانون أستاذة فوزية كانت تتحدث تتحدث دوحة عن فكرة النزول إلى الشارع هناك من يتخوف الآن من وجود قوة وقوة أخرى مضادة في الشارع موجودة يعني كلا الترفين يتحدث عن النزول إلى الشارع الآن ما الذي يمكن عمله لحل هذه المعضلة خليني لو تسمح نوضح السيدة المتابعين والسيدة ضحاء مفهوم الشرعية والمشروعية الشرعية تستمد بين النصوص القانونية وعلى رأسها الدستور وبالتالي مؤسسة رئاسة الجمهورية كما تمسكت بشرعيتها لأنها نظرة لأنها جاءت بانتخابات قانونية وعن طريق صندوق قانوني وهو الذي أعطاها شرعيتها أما مفهوم وكذلك نفس الوضع للمؤسسة البرلمانية جاءت عن طريق صندوق وإجراءات قانونية وبالتالي لها نفس الشرعية نجو المفهوم المشروعية المشروعية هي أنه يكون القرار المتخذ من أي جهة كانت له سند شعبي وهو ما حاول المنقلب يوم 25 جوليا تصويره لشعب التونسي كونه عنده الشرعية وعنده المشروعية لما خرجت ميليشياته بين ضفرين تزمر احتفالا بإجراءاته الاستثنائية وتصحيحا زاد كون الشعب سائما وفقد الأمل وفقد مصداقيته في المنقلب رغم أنه كان هو بالنسبة له في يوم 25 جوليا ربما شررت أمل بالدليل زاد أنه وقت الذي أعلن المنقلب على حل البرلمان لم يخرج مواطن واحد ليبارك هذا الإجراء وبالتالي هنا أيضا ضربت مشروعية المنقلب إذا كان نحكو على المشروعية حتى مشروعية المنقلب فقد سقطت يوم الاعلان عن حل البرلمان نعم أستاذة فوزية هناك نقطة أخرى مهمة إذا نتحدث عن الشرعية والمشروعية قيسي سعيد يتحدث عن وجود استشارات قانونية شعبية وبالتالي هو يقول أنه يسلك المسار القانوني أيضا وستكون هناك انتخابات وفقا للخريطة التي وضعها هو سيدة الكريمة الدستور هو الفيصل بيصل سيدة الكريمة الدستور هو الفيصل بين الشعب ومسؤوليه الدستور هو الفيصل بين مؤسسات الدولة الدستور هو من يضمن سلطات وصلاحيات كل سلطة في تونس الدستور أعطى رئاسة الجمهورية صلاحية الالتجاء للاستبتاء متى كانت لها فكرة تغيير نظام الحكم أو عرض مشروع إصلاح اجتماعي أو اقتصادي أو محاربة فساد له إمكانية أن يلتجئ والدستور مفاعل والبرلمان يعمل لرئاسة الجمهورية أن تلتجئ إلى آلية الاستفتاء وتعرض فكرتها على الشعب التونسي إذا ما تبنى الشعب التونسي فكرة رئاسة الجمهورية فإن نتائج تلك ذلك الاستفتاء يكون ملزما تمريره على البرلمان يستطيع بآلية الاستفتاء حتى تغيير نظام الحكم هذا التمشي الذي يريده المنقلب حاليا لكن ما الذي منع رئاسة الجمهورية إن كانت مؤمنة بالديمقراطية إن كانت تؤمن بدستور 2014 إن كانت تؤمن بمدد تصل بين الصلاة إن كانت مؤمنة ببرنامجها نعم يجب توضيح هنا أن هناك مشكلة في طريقة تأويل هذا الدستور ما بين قيس سعيد وما بين القوة حزب النهضة وغيره من الأحزاب ابقي معي ستعلقين على هذه النقطة ولكن سأذهب مرة أخرى إلى نائلة كيف ترين ما تحدثت به الأستاذة فوزية أنه يجب الالتزام بالقانون أي مكان حتى ولو كان في هذا القانون نوع أو استغلال لهذا القانون كما تحدثت قبل قليل إحدى المشاركات كصحفية أو كمواطنة أكيد مع علوية القانون كل إنسان تخيل منطقيا مع علوية القانون ولكن تأويل القانون هذه النقطة الخلافية بين الناس ولكن لا أحد أتوقع عنده منطق أنه يختلف حول علوية القانون هل أنت مع فكرة أن هناك تأويلات مختلفة للدستور الموجود حاليا أم أن كل الأطراف تستغل هذا التأويل لصالح مصلحتها كل جانب هو صحيح فهما موجود نقطة الاستغلال وموجود أيضا نقطة أنه فما بعض النقاط على مستوى الدستور التي ربما تكون فيها خلافات ولكن للأمانة النقطة الأبرز لو بش نحكيه على الدستور هي غياب المحكمة الدستورية وفي غياب المحكمة الدستورية للرئيس التأويل وهذا هو الإشكال ولماذا لم تكن هناك محكمة دستورية ونعود إلى عشر سنة ماضية أنا حبيت مش عارفها لو فما إمكانية تعليق على نقطة لأنه لما تحدثت سألتني عن الأزمة وفيما بعد قيل أنه لا توجد أزمة القول أنه لا توجد أزمة هو مخالف حتى لما يعتقده الرئيس لأنه لو كنا لسنا في أزمة طبعا الأزمة لم يبدأ بعد 25 جولي الأزمة أقرأنا موجودة من قبل منذ سنوات السابقة وحتى قبلها لكن القرار بوجود أزمة هو من توجهنا لصندوق النقد تونس الآن تطلب اتفاق مع صندوق النقد وزيرة المالي يعني تؤكد ضرورة الاتفاق مع نهاية شهر أيبرل هذا الشهر في نفس الوقت ردود الفعل الدولية التي تلت حال البرلمان لم تخدم هذا السياق وكان هذا واضح في بيان الخارجية الأمريكية لا أتحدث هنا بمعنى الدعم لهذا وهذا ولكن هذا تأكير أنه موجودة الحل هو كيف نواجهها ولكن نفي الأزمة والحديث عن كل شيء جميل وكذا ليس أبدا حلا نعم شكرا جزيلا لك نائلة أعود مرة أخرى إلى الأستاذة فوزية أستاذة فوزية كنت تود تعليق على نقطة تأويل القانون المختلفة ما بين الأطراف والله فعلا نقطة مهمة جدا نتحدث عن دستور وكأننا نتحدث عن شيء عن بحض حاجة فكرة سريالية ما هيش موجودة على أرض الواقع وكأن هذا الدستور كائن ولامي لا يمكن أن تراه العين أو تلمسه اليد الدستور وثيقة موجودة باستطاعة كل مواطن تونسي أنه يشدها ويقراها حتى المواطن البسيط لأنه دستورنا والحمد لله بسيط في تركيبة جماله بسيط في أفكاره بسيط في تمشيه نحكو على فصل 80 سبحان الله كيف يقع تأويل وتعصف عليه فصل 80 يحكي على أنه البرلمان يبقى في حالة انعقاد دائم لا يختلف فيها سبحان الله دستور موثق ومطبوع ومنزع على ورق موجود باستطاعة أي إنسان أنه يقراه حتى المواطن البسيط حتى الخضاري نجم يتبت ولكن في المقابل سيدة فوزية فقط لضيق الوقت عفوا في المقابل المادة الثانية والسبعين تتحدث عن أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها ويسهر على احترام الدستور ويقوم بعمل كل ما يلزم من أجل عدم تهديد استمرارية هذه الدولة مفهوم يسهر تفضلي نسمعك تفضلي مفهوم يسهر على احترام الدستور كلمة مهمة ومفصلية وأيضا يحرص على عدم تهديد استمرار الدولة وما الذي يهدد استمرار الدولة هل انعقاد جلسة برلمانية تهديد استمرار الدولة ما لكم كيف تحكمون الرئيس هو السهر بالعكس لو كان فما أن البرلمان لا يبقى في حالة انعقاد دائم ساعتها الرئيس باحترامه وواجبه أن يسهر على احترام الدستور يدعوهم للانعقاد حتى لا تتعطى لمصالح الدولة واصلت فكراتك تماما أستاذة فوزية بإعلاء وصلت فكرتك تماما أنك لا تهجدين خطرا في كل ما يحدث فبالتالي لا سبب لكل هذا ولكن أريد أن أسألك سريعا عن فكرة الخيارات الموجودة الآن والمتاحة في ظل حديث عن تخوف من وجود سيناريو ليبي مثلا للمعارضة طبعا أتحدث نعم المعارضة الأمانة وثمانية أشهر والمعارضة تعمل تعمل بكل سلمية المعارضة تعمل منذ من ليلة 25 معارضة لاحظنا اللي هي معارضة سلمية معارضة راقية معارضة مدنية معارضة كانت عن طريق وقفات احتجاجية مقنة كانت عن طريق التقدم بعاراض وشكايات في الداخل وفي الخارج وبالتالي ما هو الخطر اللي يأتي من المعارضة إذا كان هو بيدو المنقلب قال اللي أنا حامي حامي الخطوة وحرياته وبالتالي من واجبه أن يحمي تلك المعارضة ويخلي الخيارات نأتي الخيارات هنا بإيجاز شديد إذا كاننا بش نحكو بمنطق علوية الدولة وبمنطق أعلاء مصلحة تونس فوق كل الخلافات وبالتالي فهي دعوة إلى رئيس الجمهورية لترك نزاعات ورغبات الشهوانية في السلطة جانبا لإعلاء مصلحة تونس وللجلوس على طاولة شكرا جزيلا لك إذن فليتخلى رئيس قيس سعيد عن كل هذه القرارات كانت معنا عبر الأقمار الصناعية من تونس فوزية خضرين محامية والناطقة الرسمية للتحالف المدني الوطني ضد انقلاب ضد الانقلاب اشتركوا في القناة